موسيقى 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 وهنا دخلنا في الجزئية الشائكة اللي محتاجين دراسة وبحث الحلقة الوحدة فيها هي وقف الاعمال نلابد ان يشرع المتعدي في القيام باعمال في العين المتعد عليها ويرغب كسب حياز عليها حطة ارض مثلا راح يبني فيها وبدأ يحضر الطوب وبدأ يبني صور بدأ حيتاخذ اجراءات ده مثلا يعني انما الصور كتير لما نجي نشرحها بالتفصيل الصور كتير اللي بيطلب فيها وقف الاعمال ده مش كده بس ده انت من حقك بعد كده وده حصل وحصلنا على احكام كتير فيها انك اذا كان قد تم بناء واستمر في التعدي بعد رفع دعوة ووقف الاعمال واستمر في التعدي على الارض واقام بناء عليها من حقك انك تقيم ضده دعوة بازالة الاعمال التي تمت على العين المغتاصبة انا بقوله المغتاصبة لانها مش بتاعته ومش حيازته ولا اي صفة عليها غير هي وصف المغتاصب يبقى حق للحائز المتمتع باوصف الحيازة التلاتة بين قصير الهدوء الاستمرار الاستقرار ان يتخذ كل هذه الاجراءات في حالة سلب الحيازة منه استرداد الحيازة في حالة التعرض للحيازة منع التعرض في حالة الشروع في انشاء او التعديل او اقامة اي منشئات او الشروع في تغيير معالم الحق محل الحيازة بقى دعوة وفي الاعمال الجديدة بحيث امنعه من وفي الاعمال استمره في الاعمال وبلطق ومش فرق معاه اللي انا عملته من حقي بعد كده اللي اقيم دعوة بازالة هذه الاعمال ومن حقي بعد كده ايضا ان طلبه بريع العين اللي هو مسيطر عليها بدون وجه حق وطلبه ايضا بتعويض عن تعطيلي عن استغلال العين اللي هو سلبها مني بيترطب على هذا الاجراء حقوق كثيرة للحائز الاصلي المغتصب حيازته او الذي شرع الغير في اغتصاب حيازته او التغيير في معالمها بالاعمال الجديدة وزي ما قلت قبل كده او شرحت ان القصة دي في مواطن معينة ومحافظات معينة في الجمهورية انتشرت فيها بشكل غير عادي وخصوصا في المناطق الجبلية او الزهيرة الصحراوي او الاراضي الفضاء انتشرت ظاهرة اغتصاب الحيازة بالبلطقة وبالقوة في 2011 في فترة الانفلاة الامن برغم ان القانون قانون العقوبات يعاقب على ذلك في المادة 369 بعقوبات بعقوبة الحافس التي لا تتجاوز سنة وبغرامة 300 جنيه على من اغتصب حيازه الغير القانون بيعاقب عليها يعني غير ان الشخص تسترد العين بدعوة للسرداد من الحقك ايضا انك انت تقدم فيه بلاغ وتتخذ ضده الاجراءات لتحريك دعوة جنائية ضده اللي هي اغتصاب الحيازة وبينص عليها زي ما قلت المادة 369 من قانون العقوبات يعني انا بقولش حاجة من عندياتي يدول قانون لان ننظم المسألة دي كلها طيب بعد كده هنتكلم عن جزئية برضو مهمة طب اصار الحيازة ايه اللي حازي العين هيعمل ايه ما احنا قلت قبل كده ان في فرق ما بين الحق والحيازة دعوة الحق حاجة ودعوة الحيازة حاجة وقلت ان المالك قد يكون مالك ولا يحوز في فرق ما بين المالك وما بين الحائز والحائز قد يكون حائز ولا يملك كل دي نقط هنتكلم فيها شائكة بعد ذلك يترطب على الحيازة بصفتها اللي احنا قلناها التقادم المكسب التقادم المكسب على ان تكون الحيازة بقى وصفها السلاسة اللي احنا قلناها وناخد خطة احمر تحتها كده حسن النية لمدة خمسة عشر عاما حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة بنية التملك وحسن النية بتاع التملك متوفر تمام يعني شرط حسن النية وتكون الحيازة نفسها على سبب صحيح او سنة صحيح من القانون واذا السنة لسنة صحيحة او صحيحة من القانون تكون مدة الحيازة التقادم المنوع على التقادم الخامسي ما تبقىش خمسة عشر سنة بقى التقادم الخامسي وفيه جزئة مهمة جدا عايز اعلق عليها اللي هي الميراس تقادم المكسب في الميراس تلاتة وتلاتين سنة ده شيء مميز لوحده ولو قصة لوحده ممكن نتكلم فيها بعدين حسن النية امتى نتكلم عنه انا اتكلم عن حسن النية في الوقت اللي تلقت فيه الحيازة ابدأ منه وحساب حسن النية بالنسبة لي طب افرض ان الشخص او السلف بتاعي ما كانش حسن النية اذا من حق انا ان اتمسك بحسن نيتي هو سيء النية السلف بتاعي سيء النية انك لانا حائز حائز حسن النية من حقي انا اتمسك بحيازتي من تاريخ ثبوت حسن النية اللي ده في وضع اليد بغرض الحيازة العين او السيطرة على العين بحيازة يبقى احسب حسن النية بتاعي بحسن نيتي ما ليش علاقة بينية السلف طب وإيه حكاة السبب الصحيح دي ان يكون سنة صدر من السلف للخلف بحيث ان يكون فيه اجراء لنقل الحيازة اجراء صحيح قانونا واجراء يعترف به القانون حتى يراد كسب الشيء بالتقاض ويجب ان يكون سند مسجل طبقا للقانون كما انه ليس لاحد كسب حيازة بخلاف سنده فليس له ان يغير سبب كسب الحيازة لنفسه كي يحوز زي ما قولنا قبل كده لا يجود الشخص ان يصطنع دليلا لنفسه ايضا ما يضرش يعدل من سند حيازته عشان يقصب وضع جديد في الحيازة ولذلك اذا كان هناك تغيير او تعديل في كسب الحيازة يجعل احتساب مدتها لا يبدأ الا من تاريخ التغيير اي تغيير في سند الحيازة يبقى انت ضيعت المدة السابعة عليك وتبتدي العد من جديد في مدة جديدة من تاريخ التغيير من تاريخ تغيير السبب يعني يعني بتدي نعد مدة جديدة لكسب الحيازة طبعا موضوع التقاضم المكسب سواء التقاضم الطويل 15 عام او التقاضم الخمسي كل هزي امور لابد ان احنا تناولها بالتفصيل بعد ذلك في حلقات مستقلة موضوع الحيازة موضوع شيء جدا لانه مرتبط بالحق ومرتبط بالملكية وله سنة كاملة يدور في فولكاه زي ما قد واذا كان هناك سبب الانقطاع او توقف الحيازة وسبب قانوني اي تعرض قانوني حصل وتم يثباته في دعوة قضائية وتم يثباته بأي اجراء قانوني يبقى ده قطع لمدة التقاضم تنقطع بمجاب ومدة التقاضم وعندما يزول السبب ده تبتدي حساب مدة تقاضم جديدة تلعدات من جديد اشتغل لخمساشر سنة او خمس سنين حسب الاحوال بحسن النية بعد زوال سبب انقطاع مدة التقاضم موضوعات كلها كل جملة فيها تحتاج حلقة الوحدة كل جملة فيها شائكة طب التقاضم ده ينقطع ازاي بينقطها ازاي التقاضم اول حاجة اذا تخلى الحائز عن حياسته او فقدها ولو بفعل الغير ينقطع التقاضم ما ياخدش تقاضم على العيد لو قعد مليون سنة مش هياخد تقاضم طالما حصل الوضع ده وبعد ما ينتهي الوضع ده يبتدي يعد مدة تقاضم من اول الساطر تاني تاني حاجة التقاضم عليه ان يقيم دعوة الاسترداد او حسب الاحوال الدعوة اللي ذكرناها في خلال السنة التالية لحدوث التعرض او سلب الحيازة حتى يحدث انقطاع للتقاض بمعنى لا يترك مدة كسب الحيازة اللي هي مدة السنة اللي بتدور فيها الحيازة وجودا وعدما دي ان تكتابل يقطع عليه المدة برفع الدعوة حتى يزول الانقطاع وتستمر مدة التقاضم زي ما انا قلت على انه المفروض في هذا الظرف او في هذا الظرف اللي قلنا بتاع انقطاع التقاضم وزوال سبب انقطاع التقاضم او زوال التقاضم في حد ذاته لابد ان يكون ذلك قرينة على وجود يعني اقول الحيازة هي بقى قرينة بذاتها على وجود السبب الصحيح وحسن الني الا اذا قام دليل على العكس اللي يثبت ان كل الاجراءات اللي قلنا عليها اللي فاتت دي بسوء نية وبالتالي لا اثر لا قانونة اذا اثبت انها بسوء نية طيب في جزئة اخيرة في عجالة هنقول صمار الحق اللي تحت ايدي الحائز بتقول لمين هي تكون للحائز حسن النية الحائز اللي وضع يده بحسن نية على العين بياخد صمار الحق منذ ثبوت حسن نيته عن الشيء وصمار ويكون مسؤولا عن الصمار وعن الحق وعن صمار الحق وله ان يسترد او يخصم منه ما انفقه عليه حتى ينتج اثار الصمار او يسترد ما صرفه على هذه الصمار بمعنى انه هو اذا حاز لنفسه وبحسن النية بياخد الصمار الحق انما اذا حاز بسوء النية يبقى الصمار دي لصاحب الحق ولكن من حق اللي بيحوز وبيدير هذه الصمار ان يسترد ما صرفوا عليها وما كلفوا على هذه الصمار ولكن الصمار ذات بتعود لصاحب الحق ويجوز التجاه للمحكمة في ذلك الامر للفصل في النزاع بشأن ذلك اذا قام نزاع بشأن الصمار وسوف نتحدث في الحالقات القادمة ان شاء الله تفصيلا عن دعاوى الحيازة وننتظر استفساراتكم وطلباتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة